وعدم قلب الحقائق لتحويل الجاني إلى الضحية بتزوير الحقائق وقلب الأدوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإسترزاق بمواقف شعبوية والتصدي للشرعنة أي تصرفين يسعى للمساسي بتلك الحياة الخاصة تحت شعار حرية التعبير أعتوني بأنني فقير وأفتخر بأنني فقير ولست موظفا شبحا شكرا أول حاجة حتى شي واحد ما كيفتخر وهو فقير وحتى شي واحد ما بغي يكون فقير إنما قول إنسان كيحمد الله وكيشكروه على كل حال بلا ما تجي تبقى طالقة على المغاربة سؤال لينا بأنك كتفتخر بأنك فقير واش من اللي دخلت دابة الوزارة والتي الحمد لله وزير واش غادي تبقى فقير ولا غادي تغنى وغادي تزاد غينة كتار من اللي دربته من الصفقة دي الأقادير هذا هو السؤال المطروح هذي اللي تنقولوا إحنا لازم ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن أين لك هذا وخاص إي واحد جاء بغي يضبرش العام ولا يضبرش الأموال دي الدولة خاصوا يصرح بالأملاك دياله لهو ولا الأقارب دياله ندوزوا إخواني أخواتي الموضوع الثاني ديالنا اللي ما عرفش علاش هذي الجريمة كترت وبالأخص القاصرين شنو كي شنو المساج اللي كيرسلولينا واش المخديرات واش قلة ميدار واش الدصارة واش بإنهم من ناس كيتسبيروا من هذي مواقع التواصل ما فهمنا ولا إننا كنشوفوا في مدينة طانجة يلا تحكموا قاصرين بـ 12 عام كنشوفوا قاصرين خمسات القاصرين ومعاهم واحد راشد يعني عنده سين الرشد كي يخشيوا في واحد الدري صغير كي يضربوه بجنوي كي يصفيوها ليه على قبل كاسكيتا هذي شي أمام واحد المدرسة كتواجد في طانجة المدرسة وقيلها في الحي الدرادب على ما أظن يعني هذي الناس شنو من اللي غادي نشوفوا قاصرين ولا لو كي يحملوا السلاح الأبيض قدام المدرسة انت جايك تقرأ ودير جنوي في الكارطاب شنو غادي تستفد منك هذي الدولة وشنو غادي يستفد منك المجتمع لهذا ما خصاش مقاو نخدمول عاطفة ونحيطوا بإنه قاصر راهو ما عارفش راهو غير غلط راهو ما عارفش العواقب لا عارفوا لولادكم العواقب قبل ما يدي أرواح هذو ولاد الناس هذو وخي قاصرين خصهم يتربوا في إصلاحية آرام قاصرين ولكن ما كين مكان ديال القاصرين فين كيمشي وكيتربوا راح تهدو ولادكم هتبكيوا عليهم هتخافوا عليهم ولكن تقدروا تبقوا وتبشيوا وتشوفوهم تقدروا تتمنوا وحد الوقت رغض يخرجوا وغدين تتلقوا بيهم إلى طول الله في العمر ولكن هذوك الناس رفقدوا ولدهم هذوك الناس رفقدوا من بلازتها هذوك أنه ناعس ومات موتة الله نحن كان عارفوا العمر دياله هذو سينتهب هذه الطريقة ولكن تجي صعيبة إنك تعرفوا واحد البراهش واحد البعالك تعداهوا على ولدك وضربوه بموسو وقتلوه والقتل العمد مع السبق الإسرار والترصد يعني ما ترصدوا لي وذيرين جنوي تعدكم منية القتل هذوك مقاصدين شيرتي له بحجراء والله ضربته بوحد الهراء والرأس والله ضربته وطاوح على طروط وطاوح اللي أنت يقول لك ضربت خطأ ولا القتل غير العمد لا هذا القتل العمد ندوزو إخواني أخواتي الموضوع اللي دي ضجة هذو الأوينة الأخيرة وهو الشعب المغربي ضد وزير العدل الوهبي ما الكاسي وزير العدل ما لك أنت أومة المغاربة ما هي المشكلة لما قادش تحلوه مع الشعب المغربي ما قادش تحلوه مع المواطنين إنما بعض المواطنين عاجباهم السياسة ديالك فصراحة يأتي وشي ناس كيف تاخروا بالخدمة ديالك وهذا الشيء ما شي عيب شوف هما كيفاش مربيين شوف هما كيفاش يشوفوا الصح وكيفاش يشوفوا الغلاط كل واحد حر في التعبير دياله وكل واحد حر في اختيار دياله وتفكير هاداك هذا كتيب يبقى مثلا نحن هل تنفكره بالجهر ما كون بيدين كورا كورا درنا الإقالة وتهنينا من هاد المشاكي الكاملة ديبك نشوفوا عيالات ديال المغريب عيالات كبار بنات صغار وليدات صغار واش هادو شاريهم في علا المهداوي كيف كيرواجوا في مواقع التواصل واش المهداوي عنده ما يكفي ولا عنده هاد الشعبية كاملة ولا المغاربة حسوا بالمهداوي تضلم من طرف وزير العدل الواهبي كيفاش غدني خرجوا العيالات لي ما خرجوش على غلاء المعيشة ما خرجوش على قلة الخدمة وفقدوا الولادهم فقدوا العمل ديالهم وما عندهمش تلق در الشيرائية وخارجين كيدافعوا على حميد المهداوي يك ما عرفوا حميد المهداوي كيهضر على حقوقهم يك ما شافوا حميد المهداوي مضلوم كيف شافوه جاء بزاف ديال المغاربة ما نقولش الجامع حيث كين الناس اللي كي يأيدوا وهبي مشرف عليه شكاية وخاصوا يتعاقب كل واحد علاش كتحكموا من مواقع التواصل الصحبيرها هذا هو قلة العقل من اللي كتجيب لي واحد كي يعير في السوش الميديا وكي يقولك المهداوي روان الصاب المهداوي عنده ربعات طموبيلات المهداوي عنده فيرما المهداوي كان كي يعطيه الراضي المهداوي كان كي يعطيه إلياس العماري هاد شي كامل إلي الإنسان باش يخدمه باش يطلع العدسنس يعطيني شي واتيقة إنه المهداوي راه فعلا بيع الحنك دياله وفعلا كاري الحنجورة دياله وغتشوف الشعب المغربي كيفاش غدي ينقالب على المهداوي الشعب المغربي ما كيهموش واحد شخص إلا كان غالط وما كيطبلوش الغالط رأنت المشكل الواحد اللي عندك هو بغي تغلط الرأي العام وبإنك كريتي حنكك وكريتي الحنجورة ديالك وبيعتي الضامير ديالك وتبيعتي لك دوب أعطينا دليل واحد هدر معنا بدليل ما تهدرش معايا بأسماء أنا رأى دابا أنا قنج بدلك وعقلتي على فلان اللي مشيت عنده وعطاك عشرين مليون وفلان اللي كانت كتجيب ليك لا شوف هدك شي ديال الفم أرى ما عندهم ما يفيد الشعب المغربي الشعب المغربي كيأيد شنو كيأيد وشنو كيساند كيساند اللي واقف على الصح واللي عنده الصح أنا ما كيهمنيش حياة الخاصة دير شي واحد أنا كيهمني القادايا اللي كيناقش كيهمني المواضع اللي كيطرق ليوم اللي ما كتطرقش ليوم انت ولهذا دائما غادي نبقا نسانده الحق وغادي نبقا واقفين مع الأخ حميد المهداوي حتى ياخد الباراءة دياله إن شاء الله ولا صوتنا يوصل جلالة المالك الله ينصره ويطول في عمره ويحسن في هذه القضية كيف يحسن في القضية ديال ريدا الطاوجني واخذ العفو المالكي علاش الله حتى حميد المهداوي إن شاء الله يوصل صوته لجلالة المالك ويكون خير علاش حتى نشوفه المغاربة كاملين ما عاجبهم السياسة ديالوهبي المغاربة كاملين ما عاجبهمش للقرارات اللي كي ياخدوهبي ولا هذوك التصاريح اللي كتخرج بيهم وكتهين المرأة المغربية الله يعز القضاء الله يعز القضاء النازي عندنا في البلاد وتحية للرجال الشرافاء من اللي يرسلوا ولاد البورجوازيين هذوك الداصرين والدمول الدوا والدمول المواد الغذائية يعني هير ذوك الكبار ذوك الحيتاء الكبار اللي كيياكلوا في البلاد حتى ولادهم نادو تيكلوا في ولاد الشعب نادو تيكلوا في ولاد الشعب من اللي واللي تونتوما كتديروا قصارة من ذوك القصارات اللي كنشوفوه من اللي عندكم ديرين فيلا في كاليفورنيا وعارضين عليها على الشخصيات وعارضين على ولاد على ولاد البورجوازيين ودير الغبرة ودير دكشي ديال الويسكي الغالي وجميع الدوزات وطلعت لكم التبويقة وبنت لكم في محامية فرنسية احتجازة عباد الله توصل بكم يعني انتم ما مال فين كتديروا هاتش ما تقولش يا واحد أول مرة غدطيحلوا في بالو ثلاثة غدنينوضوا يشدوا مغريبي غدن يكتفوا يسدوا عليه في البيت ويزولوا الخاطبة ديالو والصادقة ديالو ويبشيوا يتكرفسوا عليها جماعة العنف والضرب والاغتصاب والاحتجاز يعني هاتشي رات تقريبا تقدروا تمشيوا حتى العشر سنين الشرفة أنا عرف تقصوا حيط الراس باش كترجع كترجع بالبرودة وتحية رجال الأمن تحية الفرقة الوطنية الشرطة القضائية وتحية والله العظيم إلى تحية القضاء ليش فينا هاد الأوين الأخيرة تحركوا واحد تحرك ليما سبقنا شفناه مع الفاساد سواء مسؤولين سواء ولاد الفشور سواء مواطن عادي اللي غلط كي يخلص وهذا الشي اللي كنقلبو عليه وهذا الشي اللي بغينا من اللي كتشوف بوليسي حاول هير يدخل عايط له شي واحد تيقول لك هنا البوليسي دبرا هو توقف ومتعرض للتحقيق من طرف إدارة العامل أم الوطاني أشنو دار وش دشير شوا وش دار شي غالط لقاس خدام في الإدارة دياله شي واحد طلب منه شي مساعدة وتدخل شي واحد شدو عنده كونترول بوليس أرى الورايقات هكذا الورايقات نود أنت عايط لذلك البوليسي والصاحبك وش خوق وش كادا وش كادا نود أنت استغل الهاتف ديال الخدمة عايطتي من التليفون ديال الإدارة وعايطتي باش يكون باش تكون هذه المكالمة عندها تقل ديالها وتوكل هذه الخليعة ويعطيه ريقاته يمشي في حالاته ولكن الحمد لله اللي قادة ديال الأمن الوطني من اللي حطوك دوكتك الساعة وتم توقيف ديالك مؤقتا وهذا اللي عايط لك راه هو في الحراس النظرية اللي تحقيق معاه اشنو بينكو بينه واشكادا واشكادا اشنو هو يلقاه عنده العلم لله هكا بغينا احنا حتى يتخلص من أموال الدولة قال لك واحد كان محكوم تحكم والخلصة بقى كانت دوزله يعني وحدين عندهم تجارة في المخديرات والتجارة في البشر والتهريب الدولي وبزيف ديالأمور وتنشوفهم كانوا بقين في المهام ديالهم لماذا تقول تحية للرجل الشريف السيعة عبدالطيف الحموشي هراب ما كان شي كانش يجعوه على شي حاجة اللي ما فيش والله العادي ما اللي تقول له تحية حيث هو راجون نازي إن في وقت تجي الريحة من عند شي شمود ضاف من الإدارة ديالو كيتوقف وكيتعرض للتحقيق كيتعرض للتحقيق عفوا نسير خذيتي البارقة ديالك مرحبا تبتهت في حقك دوز دقاجي دوز البلاسك يا إما ياخذ في حقه شي شي تأذيب يا إما كل شي يخدم ديالك تشوف في البرلامان عبارة لأسماء المتغيبين تقول لم تعلقوهم ومتعلنوا 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 لا للهضر البرلامان ورحنا يما تتخلصوا من الدول لتحضر الشريف وماذا نتدير يد هنا ويد لي وعين كتشوف لي وعين أنا مغين نقول لك بذلك المثلة الشعبية أنا مغين المتغيبين شكرا